ميدانياً أعلنت القوات الروسية أن مدفعيتها دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون وعربتين عسكريتين على محور جنوب دوناتسك ولفتت إلى أن طائرات الأليكوبتر التابعة للجيش أحبطت محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق مكاروفكا وشمال غرب نوفو دوناتسك وكذلك تصدت وحدات البنادق الألية لهجوم قوات المشاة الأوكرانية في منطقة على محور زابوريديا ما أجبرهم على الانسحاب